موسيقى رحب فيكن مشاهدينا بحلقة اليوم واليوم بالتحديد رح نقول لكل شاب وصبية عم بيتابعونا أنه فيك تكون أخصائي تغذية مثل ضيفنا لليوم السيد إليس عادة أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك معنا إلي حضرتك دايتشن إذا صحيت العبارة باللغة الإنجليزية والسؤال اللي بيترحاله ببداية هذه الحلقة هل أخصائي التغذية هو طبيب نعم أم لا الأكيد أنه ما هو طبيب نعم نحن ندرس ثلاث سنين لسانس واللي بده برجع بكمل سنتين مستير بعدين في عمل دكتوراه بس بطبيعة الحال مش طبيب دكتوراه بعلم التغذية صحيح دكتوراه بعلم التغذية وفي كذا مجال هلأ نحن اليوم عم نحكي إكزاكلي بالكلينيك بعطولك حكيم دكتور بالنهاية كابينت إلى رهبته فول ستاف ديوتوشن اللي رهبته سو بتعرف احتراما يمكن بعيطوله هيك أو معودين إذا حدا لبس بلوس بلونش ونعيط له حكيم نعم أو دكتور بس لأ فعليا أليس عادة ديوتوشن أخصائي تغذية وصدقني فقط لغير وهيدي صراحة إذا بدك الصفة ممتازة جدا لإلي وحطتني بالمطرح اللي أنا بحبه يعني هيدا ملعبة بالنهاية نعم الحلو أنه سبقت علي ذكرت الدراسة من مال وذكرت أنه أنت بموقعك لأكيد لو ما عندك شغف أصلا ما كنت موجود فيه وما كنت اخترته بالأصل خليني رجعك شوي لو سمحت للدراسة لحتى اللي عم يحضرونا ويحبوا هيدا المجال اللي ما بعرف اليوم فينا نعتبره تراند يمكن أو مطلوب جدا يعني في طلب عليه ما فينا ننكر هيدا المجال الدراسة شو بتطلب؟ ذكرت حضرتك ثلاث سنين هل فينا هيك نقطع بإيجاز على الكوريكولم أو على المواد أو البرنامج أو المنهج اللي المفروض يدرسوا الأخصائي التغذية؟ بطبيعة الحال بتختلف أكيد لثلاث سنين مشبورين نعملها هيدا فور شور بس بتختلف من جامعة لجامعة شو المطيارات اللي عم ندرسها بطبيعة الحال هلأ تحتى نكون كمان واضحين من بعد هالثلاث سنين في ستاج تقدر تمارز المهنة في ستاج أوسبيتالية بدك تعمله اللي هي عبارة عن ستة شهور تدريب بالمستشفى لازم يكون؟ بدي يكون مستشفى أكيد بدي يكون منموم ستة شهور في وصل لتسعة شهر في يكون لتنعشر شهر بطبيعة الحال هلأ كمان ما ننسى أنه بهالثلاث سنين نحنا ما مندرس بس نوتريسيون نحنا مندرس بسيكولوجي نحنا مندرس بسيكولوجي نحنا مندرس بماتيماتيك بيوفيزيك بيوشيمي يعني كل شي خاصه تحتى تقدر تقلع زولوجي بيولوجي جنرال تحتى نوصل كمان تدرجيا تاني سنة بفوت الماتير خاصة بالنيوتريسيون أكتر تالت سنة أكتر وأكتر تحتى تكون أنت قادر تمارس مهنتك بمعرفة كاملة يعني بتبال شو إذا فينا نقول من العام للخاص بين أول سنة والسنة الثالثة وبطبيعة الحال المواد اللي ذكرتهم حضرتك هلأ يعني إذا الطلاب بيشوفوا حالهم مش ملمين فيهم فلازم نبعد عن هيدا المجال صحيح هلأ بالمبدأ لازم تكون عامل سيانتيفيك بالمدرسة تحتى تقدر تفوت بس في ناس كانوا عاملين لترار وفاتوا يعني بالنهاية وفي جماعات بدك تعمل فيها كونكور في جماعات ما بدك تعمل فيها كونكور تحتى تفوت حسب نظام كل جامعة كمان خليني أرجع لحضرتك شخصيا شو كانت دافع هل من شغف كان موجود عند حضرتك لا حتى اخترت هيدا الاختصاص ربما كانت صدفة أو ربما بوقتها كانت شي جديد هلأ كتر اليوم بزماننا يعني بزمن اليوم كتر عنا تندانس أو توجه أكتر أنه نحنا يمكن وقت نشوف أنه في اختصاص بده يكبر نبلش من هلأ نحضر حالنا لقلو لأنه منعرف أنه في بوتنشل شو كانت الأجواء وقتها شو كانت الظروف ليش أنت اليوم حضرتك صراحة بالألفان وخمسة أنا بستخرجت من المدرسة فتنا على الجامعة بعد ما كانت ترندي كتير نوتريسون ببلشت تصير ترندي بالألفان وثمانية تسعة عشرة تقريبا هيك شي كنت أنا عم بتخرج من الجامعة ساعتا بس اليوم تحت أنا فتت عملت أنا كنت متأثر برفيقتي كتير بالمدرسة كنت رفقها أنتيب معها وهي حبة تفوت نوتريسون حكيت مع أهلي قلت لهم هاك 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 بنفوت سوى كذا إما لقيت إذا بدك الوضع أنه فيها تدعمني وبالتالي قررت تدعمني باية هيك مثل ما بيقولوا لبد شوية صغيرة له يعني فوت حكيم فوت مهندس فوت كذا نوتريسون بعضنا مش سامعينين فيها وهيك إنه فوت عمول شي شي تاني نعم وإذا بدك فوت لبنانية أحسن الوضع المادي ما كان كتير منيح خلينا هدفة بالتالي لا سيسرناها بعدين رجعت أكيد أمي بتعمل براشر عبي لأنه أنا بديه بس إنه ساعتها فتنا ومش الحال وقلعنا هي لأنه أنا كنت حابب يعني بطبيعة الحال وبس فتت بس فتت ما بنسى أول نهار فتت فيك كنا عم نتعرف على كل الفاكولتات وفارماسيهم كنا تحت صيدة لي نعم كليت الصيدة لي اللي كان فيها صيدة لي ولبوراتوار ونوتريسون اللي ثلاثة يسوق ضمن كليت الصيدة لي عم نتعرف كلنا على بعضنا كنا بحدود تقريبا شي ميتان شخص بالأنفتياتر عم بيسألونا ليفتو ولي كذا وعم نشوف مين نوتريسون مين فارماسي مين لابوراتوار كنت أنا الشاب الوحيد بين تقريبا كانوا أربعين بنت وأنا وبالتالي هون ما فيك إلا ما يكون فيه رهبة أنا كنت من الناس اللي بياخدوا كل شي هيك على الإجار أكيد إخدها بجدية بس أنه سموذلي إذا بدك وكنت عارف أنه راح أتميز وأصلا عملت المستحيل كرميل أتميز بالجامعة لأنه أنا كنت الشاب الوحيد هونيك لازم أكون أنا غير نعم لك هذي بطبيعة الحالة نعم هي من الأسئلة بالفعل يعني اللي بتتكرر بهذا البرنامج أنه ببعض المهن لسيما أنه برنامجنا أكيد بيحكي عن المهن أنه هذي المهنة مع أنه التعبير شوي يمكن لا يجوز تميل نحو الذكرية أو طابع النساء أكتر لأنه مثلا منشوف أنه يمكن غالبية الشفية مثلا منشوفهم من الشباب أو المصففي الشعر مصممي الشعر هلأ صارين قال منشوف اللي نجحوا هنه شباب أكتر من الصبايا هل بينطبق هذا الشي على مهنة كون يعني بتلاقي أنه الزبون عنده ثقة أكتر بالأخصائي أو الأخصائية شو برأيك؟ هلأ إذا بدنا نحكي بسيكولوجية نعم الشب بيرتاح للشب وبيرتاح للمرأة المرأة بترتاح للشب أكتر وبالتالي يعني اليوم أنا بيكون عندي شعص أكبر بهيدا الدمان لأنه أنا بيرتاح للشب وبيرتاح للمرأة لاتنين سوا نعم ففتت على الدمان وأنا عارف أنه أغلبيته إناث مثل ما بيقولوا مجبور أعمل أفورت كتير كبير مجبور يكون عندي طريقة خصوصة لإلي أنا طريقة إقدر إناع فيها العالم يعملوا دايت إقدر إناع فيها العالم بطريقتي تحت يوصلوا للتارجت لأنه اليوم اللي بده يفوت يعمل دايت ما بده يفوت بدايت ما أو بده يفوت بنظام غذائي ما هو تحدي نفسي قبل ما يكون تحدي جسدي والتزام صحيح وبده يرتاح لشخص اللي مقابله وأنا هيدا اللي اشتغلت على حالي فيه ريح اللي مقابله لأنه إذا ما ريحت اللي مقابله ما رح يكمل معي وبعطيك إجزامبل بسيط جدا بالمدرسة تلميذ وأستاذ إذا كان التلميذ لامع جدا بس الأستاذ ما حبه بيكره المادة ما رح يعمله ما نضحك أبعد صحيح وإذا كان التلميذ من الكسلينين إذا بدك بس الأستاذ هو كان عم بيحفظه فهذا التلميذ رح يطلع منه قصص أكتر بكتير وأنا هيك عم بعمل هل قد حجمه هلو كتير طيب نحن رح نزور لكلينك بروبورتاج أعدادنا بعدها منرجع للمتابعة أكيد متابعة هذا الحوار الشيق معك ربورتاج يعني شي حلو شفناه أكيد عم نشوف البراصس هون عم نشوف كيف بتبلش الأمور مع الكلائن أو مع البيشنت وكيف بعدين بتم متابعته مع الوقت إلي أول شي بدنا أكيد من خلالك نحمل تحية لكل الموجودين يعني صبايا والشباب وحتى بنشكر الشاب اللي قبل أنه يتصور مشكوراً اليوم خلينا نحكي عن ظاهرة يعني ما بعرف قداش في يقول أنه بعض الأشخاص عم بيكونوا نوعاً ما دايتشنز فاتحين حسابهم خاصة على سوشال ميديا خاصة أنه في أشخاص عم بعدوا وجبات يومية من الأكل يدعون ربما مظبوط ربما لا أنه هؤلاء أكلات مأكلات صحية في هون كالوريز يعني معتدلين أو بنسبة معينة قداش بتعتبر أنه صار في اليوم ناس عفواً على التعبير متطفلين أو تفايليين شارلتة منسميهم شارلتة أكزاكتلي يعني على هيدا المهنة شو برأيك هل عم بيأثروا على صيط هذه المهنة هل معهم حق وكيف بتفسر الاقتداء بتعليمات الدايتشن مع بذات الوقت أنه يكون فيه أكل عم بيواكبوا فيه ربما يوميا من أجل أنه هيدا الحمية الغذائية تكون ناجحة أنا بدي إلك شارلتة قبل أيلول قبل ما تتأسس النقابة كان كل من إيده إله صحيح حتى كان في ناس منهم دايتشنز بيعطوا دايت في ناس عأساس بيكونوا مخرجين من جامعة إخدين الشهادة بتطلع الجامعة غير مؤهلة لأنها تعطل الشهادة نحكي بلبنان بلبنان صارت كذا مرة مع أربعة خمسة تقريبا توقفوا شو صار في اليوم وقفوا خلاص وقفوا مزاولة المهنة في منهم فلوا في منهم هيدوسوا ما بعرف أنا ما تبعط هذا الموضوع بس تنكون واضحين هلأ من أيلول صار ممنوع بقى مزاولة المهنة إلا ما نكون منتسبين لنقابة غير إنه نحن مخرجين 3 سنين على قليل الليسانس غير إنه أنت عامل استاج أسبيتالية طبعك غير إنك آخذ إذا بدك الكولوكيوم غير إنك معدل شهادتك وآخذ إذن مزاولة المهنة مشبورة انتسب لنقابة صارت بروسس مهمة جدا أنت حتى تقدر تزاول المهنة فما حدا ولا دايتشن بيقدر يزاول المهنة إلا ما يكون منتسب لنقابة والنقابة أول ما تأسست تقريبا إذا ما نغلطان بايلول عطت مهلة 6 شهور لكل يلي عم بيشتغل يقدم طلب لانتساب لنقابة أعطته فترة سماحة 6 شهور بأعتقد هلأ كل اللي أنا أنا من متابعة قصص النقابة بعرف إنه عم تشتغل بطريقة جيدة سلسة عم بتكون ثموذ مع الكل بتاخد عم بتراعي ظروف كل العالم بس إنه بالمبدأ لازم كل المزاولين يكونوا خصوص اللي عندهم هلأ ما بقى فيك تخبي مين عم بيزاول مهنة ولا لا صاروا كل عنده سوشال ميديا وأصلا إذا أنت بدك تعمل دعاية ما عم تعملها أكس لن إكسبوجر طبعك عم تكون على السوشال ميديا يعني النقابة مع علم وخبر بكل الدايوتشن زي اللي عم بيزاولوا المهنة من ما يلياه إنه هن مصرحين يا أما عندهم سوشال ميديا وبتالي متابعين القصة كلها فهلأ ما بقى ينخاف هلأ بالنسبة لل كيتشن اللي عنده كيتشن وعم بيوزع أكل هون النقابة ما خاصة لأنه فيها تكون شاف فاتح فيه يكون شاف عنده دايوتشن ما عم بتزاول عملتله إذا بدك مثل كنسلتشن أو إذا بدك عطته مثل استشارة لعدد الكالوريز هلأت بتحط جراماج من هاي الطبخة بيطلعوا هلأت كالوريز وفيه يكون عم بيشتغل كشاف وعم بيوزع أكل وفيه يقول إنه هلأت كالوريز لأنه فيه دايوتشن هي عطته الكنسلتنسي إذا بدك بس كحماية للمستهلك أو للزبون هذه ما مش مخصورة صح هون ما فيك تعرف بالنهاية Who الكتشن شو مكين الكتشن هو وضميره فيه ناس بيتعلي المكثرة mayonnaise بيوزع أهَّ أو تا فيه ناس بتوطي السبون بيوزعوا مكثرة أعلى ما فيك تتحكم بهذا الشيء بالنهاية اللي واصل هو gym ما فيك تتحكم إلا بالمختبر بطبيعة الحال اللي واصل لكن بينك وبين الزبون وحتى فيه إنه إذا بدك مثل سئة بين الزبون وبين الكيتشن إنه حتى ما فيه يصرح مين مشترك معي مين مش مشترك معي لأنه هيده برايفسي إذا بدك فما حدا بيقدر يتبعه ما حدا بيقدر يعملها تراكين هل هذا الانصهار إذا بيقدر أقول بين توجيهات الدياتشن يعني أيامات من زمان خاصة كانوا عندهم هيده التوجه أنه يعطونا عبكرة عشية أو ظهر وبين الوجبات شو الواحد لازم يأكل وكل واحد يروح بيعمل الهومورك طبعه يعني هو والتزامه هل بتعتقد أنه اليوم لازم يكون فيه هذا الانصهار بين أنه الدياتشن هو يأمن الوجبة اللي هي قليلة السعورات الحرارية أو فينا نضل على الطريقة التقليدية أنه الزبون بنعطى توجهات ويروح بيشتغل الضفار لحاله تنبلش من مطرح مش كل زبون أنا ما بقول زبون بنا نقول بيشنت بيشنت مش كمريض بس أنه كعم بيجي لعنا على الكلينيك مش كل حدا قادر يدفع الاشتراك الشهري لحتى نوصل له نحنا أكل تعني نكون واضحين وبالتالي أنا شخصيا بالعيادة بعمل المستحيل كرميل أقدر لبه الاثنين اللي قادر يشترك معي أكيد بلبيه واللي مش قادر يشترك معي بس جايه ياخد من عندي كونسلتنسي كمان قادر لبيه نعم أنا ما بخليه يشتري ولا أي تخيل فتفوت الخبز الزيادة عن اللي عنده إياها ببيته للضايت تبعنا لا عم بقول له روح جيب لي شرش الرباص مدري من وين ولا عم بقول له روح هيدا بدك تعربش على مدري أي جبل ده ما عم بسط له الأمور مثل ما هي اليوم بعطيه الدايت ترويئة غدا عشا من حواضر البيت نعم بتحدى حدا يقل لي طلبت مني روح جيب شي من شي سوبر ماركت هلقات حجمة شو بيأكله أهل بيت و بيأكل هو نعم أنا ما بميزه عن أكل أهل بيته إلا بس بالكمية عنده كمية خصوصة وتوقيته خصوصة وأنا بكون بالبروسيس تبعنا متل ما شفته بالربورتاج منبلش بالوزن والإياسات مع الصبايا صحيح تانوصل للدايت معي أنا ومش بس شرح الدايت شرح لي هالدايت ليه مش غيره يعني عم فوت بطريقة أنه يفهم بسيكولوجي كما اللي كلاين طبعنا أنه أنا عم بشح له كل شي فروم أي تو زي نعم لأنه الفهمين شو لازم يعمل هيدا شخص بيوصل للآخر أوقات لأنه شخص إذا بس أنا عم بعطيك متل عم بتقول المودة القديمة بعطيك دايت روح طبقه طب ما يمكن يطبقه ومفكر حاله عم بيطبقه بحزافيره بس هو عم بيكون عم بيغلط بس ما نه عارف ما نه عارف أنه عم بيغلط نحن عنا بالكلينيك ولا ممكن يغلط لأنه عم نشرح له دقاء أزاد كل شي أوكي تنكون هيدا واضحين صوفي طبق بالبيت هلأ إذا اشترك معنا بكتشن أو دايت سنتر فرشور نحن عنا بكوزين ماترز نحن كمان منساعد الشخص يوميا كل ساعة تخيل اليوم أنا الكول سنتر الكول سنتر لكل المشتركين معي هو أنا أنا برد عليهم شخصيا ما بترك حدا بيعتبر حالي عم بعطي سيرفيس هيدا الشخص عم بيشترك معي بالكتشن عم بعطي سيرفيس الزيادة ما نغلط أبدا لأنه أنا بوعده أنه اللي عم بيشترك معي رح يخد نتيجة أسرع لأنه اليوم أنا عم بقله لهيدا الشخص وعم بعلمه كيف يأكل إذا بدي صب صحن 500 كالوريز يمكن هو معه يصيره 550 ممكن يصيره 600 ما في يعرف هو ظنن منه أنه هو ملتزم كتير منيح بس أنا اللي فلتو عم بتواكبه من أجل نجاح هذه الحمية الغذائية صحيح بطريقة أسرع مضبوط عم بيدفع مساري معي أكتر بس أنا عم بوفر عليه وقت يعني بدل ما يروح معي أربع شهور بدايت عم بيروح معي شهرين أو شهرين ونص لأنه مشترك معي أنا ما بقى عندي هامش خطأ سو أنا عم بوصل له الأكل متل ما هني وهيدا الطريقة اللي عم نجرب نشتغل عليها يعني اليوم نحنا 2024 ما لازم بقى حدا يخاف أنه يعمل دايت أو يخاف يفوت بدايت ظنا منه أنه أصاص لا منه أصاص عم جرب فهم العالم أنه أنت فيك تنزل وزن أنت عم تأكل أكل سوبر طيب بنظافة عالية بسلامة غذاء مخيفة يعني كذا دايتشن نحن ثلاثة دايتشنز بالكيتشن وثلاثة دايتشنز بالكلينيك عم نساعده يعني تخيل شخص عنده خمسة ستة دايتشنز نعم أنه يغلط ولا ممكن يغلط نعم اليه رح نتوقف لاستراحة سريعة بعدها نعود لمتابعة حلقتنا مشاهدينا بدعيكم أن نكون تضلكم برفقتنا وعودة لمتابعة حلقتنا لليوم وموضوعه التغذية وأبكرر ترحيبه بأخصائي التغذية اللي سعد أهل وصلا فيك مرة جديدة شكرا لحضورك اليه عودة لإطار المهنة وانطلاعا من خبرتك أكيد اليوم في كتير طلاب يمكن بيحبوا شوي يحرقوا المراحل يوصلوا ضغري بيشوفوا شخص ربما ناجح مش غلط أنه يكون رمز لألون وهيك يقتدوا فيه اليوم حضرتك من هذه من هؤلاء الأشخاص أو هذه الشريحة إذا في يقول من الأشخاص الناجحين وعندك أكتر من عيادة اسم الله الله يبارك بنفس الوقت في أشخاص يمكن ما رح تساعدهم الحياة أنه يمكن يكون عندهم كلينك على حسابهم بالوقت اللي أغلبية الناس بتحب أنها تكون مستقلة وتشتغل على حسابها هل هيدا بتعتبرها من تحديات المهنة؟ يعني إذا بتجي بتقول للشخص إذا منك قادر تفتح حسابك ما تفوت فيها من الأصل أو بتلاقي له حلول أو شي بديل ربما إذا بحب هذه المهنة للصراحة بس تدرس وتتخرج تنفتح لك كذا باب بكل صراحة فيك تفوت على سيستم الكلينك فيك تفوت على مستشفى فيك تفوت على دايت سنتر فيك تفوت على شركات أدوية أو براميديكال إذا بدك بيشتغلوا سيلز يعني إذا بدك الدمان كبير يعني أنت بالنهاية عم تاخد شهادة بين إيديك عم تتعلم فقدر تفتح لإلك دابو شهادة كتير كبيرة هلأ بالنسبة لإذا بده واحد يفتح حسابه أو بده يكون موظف أكيد أنا بقل لك هذا تحدي كتير كبير أكيد خصوصي لشاب لأنه الشاب بوقتنا كان لازم يكون عم بيشتغل على بكير كرمالي يطلع مساري على بكير كرمالي يأسس حاله على بكير تأسس عائلة على بكير نعم وبالتالي هذا تحدي كان لقالي كتير كبير شخصيا أنا بس اتخرجت فتت اشتغلت بشركة مش عحسابي بحدود تقريبا لأربع سنين كموظف كموظف نعم كنت اشتغل دوامنا كان على أساس من الساعة 8 للساعة 6 بعد الظهر كان دوامنا دوام طويل بس كنا فعليا أنا كنت اشتغل بدبارتومة أورتوباديك يعني كل شي بجراح مع جراح العدم بالمستشفى روح ساعده تيركي ببروتاز لأنه كنت اشتغل بشركة هي اللي بتبعت البروتازات لها المستشفى ولهذا الحكيم وهذا شيء تطلب منك أوقات أعمال إضافية أكيد صحيح نعم وبالتالي كنت اضطر قوعة يمكن تكون مستشفى كتير بعيدة بالجنوب يمكن تكون بالبقاء يمكن تكون بشمال والعملية بدأتبلش 7 ونص بدك تكون على الساعة 5 تحتى تروح وتوصل وتغسل وتعقم وتفوت مع الحكيم على العملية وخلصة العملية بساعتين بثلاثة بأربعة ما حدا بيعرف الكمبليكيشن اللي بتصير بيرجع بتخلص عندك عملية تاني بغير مطرح بعض الظهر وكنت تاخد جاردات حتى كمان ما حدا بيعرف أكسيدان سيارة بحاجة لبروتاز سريعة بلاك معبراغي أو قضيب معبراغي بدك تروح تلب الحكيم هلا أنا فعليا لأن أنا كنت حب النوتريسون من أول ما فتت على هيدا الشركة كانت متفق مع رفقاتي يغطوا عني بعد الدوام يعني بعد الساعة 6 ما كنت اشتغل بهالشركة بعد الساعة 6 كانت ادفعلهم لرفقاتي طي ياخدوا الجارد طبعي أنا اللي بقبض من الجارد أصلا كانت دوبل يعني كانوا يقبضوا الجارد طبعي وأنا ادفعلهم تحت روح أنا على عيادتي لأنه أنا ما كنت بدي أخسر ولا زبون كانت عيادتي تبلش ستة ونصف مسافة الطريق من الشركة على العيادة كنت مستقجر عيادة على الساعة كل ثلاث ساعات ادفع عليهم مساري نسيت قدي الأموت هادي عم نحكي بالألفين وحدا عش كل ثلاث ساعات كان شفت وكنت ادفع على كل ثلاث ساعات وكنت استقبل بها ثلاث ساعات بحدود تقريبا ست سبع زبونات وبالتالي بعدين صار شغلي يزيد يعني أنا اليوم إذا بدي أوصل على عيادة الساعة ستة ونصف كنت قبلة التسعة ونصف بعدين صرت قبلة الحداش ونصف نصف نعاش باللد شو برأيك خلى الزبائن أو البيشنط مثل ما سميناهون أنه نعتبروك موضع ثقة وبالتالي تبلش بعدد معين ويكبر هيدا العدد يعني شو اللي خليك تتميز هلأ عامل الساعة بيفوت من وراء نتيج نحنا اليوم بس نكون عم ناخد نتيجة بتبني ساعة مع العالم يعني أنا اليوم بس بول يجي لعندي ياخد نتيجة دبوشة قريح ووصلني لكذا حدا هلأ ساعة كمان بجلستك بس تجي لعندي أنا عم بشرح لك سيستم كله أنا عم بشرح لك تقريبا حصص كل شي خاصة بالأكل الحصص بأكمله بهالحصة اللي انت جاي فيه لعندي عم بشرح كل شي فرم اي تو زي وبالتالي هون عم ببني ثقة أنا والعالم لأنه أنا عم بخليه يكون دايتشن حاله يعني أنا اليوم بس اشرح له كل شي هيدا الشخص ما بقى يغلط هيدا الشخص رح يعرف انه أنا عم بعطيه وقت كله هيدا الشخص عم بشوفني فول باور من وقت ما افتح وعم تعطيه نمط حياة صحيح يعني نمط حياة غذائية سليمة مظبوط نعم وعم بشرح له كل شي وعم بياخد نتيجة وعم بيشوفني بكامل طاقته مثل اخر زبون بالليل مثل اول زبون ساعة ستة ونص هايك كانت و هيدا الطاقة من وين جاي إلي هيدا الطاقة لأنه أنا كنت حب يعني أنا اليوم لو محبات المبني يعني نرجع لقصة الشغف اللي بكل حلقة من برنامجنا بنحكي عنه صحيح هي مشألة شغف مظبوط أنا لهلأ شغف كتير كبير مثل كأنه بعد نفاتح بال2011-2012 لليوم يعني صارو 13-14 سنة أنا فول باور مع كل العالم باعتبر انه أنا كاريارتي إذا بدي اتقعد على الـ 64 بعد عندي 30 سنة ها 30 سنة بدي ضاين ما في ضاين إلا ما أعطي نتيجة للعالم لأنه العالم هن اللي رح يخلولي استمرارية تكون حلو كتير وأنا ما بشبع ما بشبع من التقدم الـ progress دايما بيصير بلشت بكلينيك مستأجرة بلشوا يزيدوا العالم صرنا بهالكلينيك من 3 ساعات لـ 6 ساعات بعدين صرت بدي أعمل البلانس أداعم بقبض من الشركة اللي أنا كنت أشتغل فيها وأداعم طلع من هون شوف إذا في أعمل gambling ما ترددت ولا سانية كانوا كلهم يقولوا اللي عم تعمل gambling أنا ما ترددت ولا سانية اللي بتردد سانية ما بيفوت بولا شيء بكل صراحة اللي بدي يفكر مرتين بشيء أنا بتعرف ولا مرة عملت feasibility study لا ولا شيء لا لأنه أنا بوثق بحالي ولأنه أنا واثق من شو عم بعمل ولأنه أنا شايفة لقدام لوين أنا قادر أوصل فمن مايلي تركت الشركة صرت فاتح full timer بس فولت full timer صار معي staff بس فولت مع ال staff فتحت الفرعة ثاني بس فولنا الفرعة الثاني ثالث فهيك صارت الخبرية تحت وصلنا هلأ كمان أنه أنا بدي وصل السرفيس كامل لهالكلايونت فتحنا نعم صحيح سؤالين قبل ما يقدرني الوقت اليوم منحس أنه لما يقترب فصل الصيف الناس بتهجم أكتر عند الـ dietation صحيح وكله بيتسئل الرياضة أو الـ diet أو هل تنينيتهم بيكملوا بعضهم ناس بتقول خليني خفف شحوم تما يربع العضل فوق الشحوم هون بتصلي هذه المقولة خاطئة جدا وناس بقولوا ما دخل لازم يمشوا بطريقة متوازية باختصار لو سمحت شو بتقول هلأ نحن عنا اللي بدو يجي يعمل الـ diet فيه مواسم فيه high season و low season الـ high season هو بعد باك قبل الصيفية نعم يعني بفهم أن حضرتك كمان بعتذر على المقاطعة باستمرق الفكرة للمشاهدين على ذكر الـ high season و low season هيدة المصلحة أو هذه المهنة يعني بتقطع بفترات ما فيها شغل إذا بقدر أقول بطبيعة الحال لازم نعم نحن بنعرف أنه شغلنا بخف مثلا بفترة الأعياد والمناسبات يعني اليوم بشهر 12 لنص شهر واحد تحتى يخلص نوال وراس السنة والاغتاص حتى تحتى يرجع يبلشه العالم يفكروا يعملوا diet بطبيعة الحال وبتاخد له فترة تقريبا للصيام هون ببلش منرجع لسؤال فصل الصيف مازبوط بس يخلص الصيام وباك بفوتوا العالم بيتذكروا أنه نحن جسم الصيفية بدو ينعمل منه هلأ وبالتالي هذا اللي بيصير هذا بيكون نحن بهاي سيزن بالصيفية نحن بنكون بلاو سيزن ما رح يجي حدا بدو يروح على البحر رح يعمل diet بأب نعم ورح يكون عم بيعملها أكيد بنيسان وبأيار فعليا فهودي هنهاي سيزن عنها وفيما خص الرياضة والحمية؟ بما خص الرياضة تنكون ماضحين دايما نحن بندرس ونحن بنعرف وحتى كوتش بيقولك خمسة عشر لعشرين بالمية من نزلة وزنك هي رياضة بينما ثمانين بالمية من نزلة وزنك هي بالمطبخ شو عم تاكل نعم وبالتالي diet طبعك هو اللي بيخليك تنزل وزن مزبوط نعم هون التحدي تقول بيمشوا مع بعض؟ أكيد لازم يمشوا مع بعض نعم نكون واضحين هيدا بلا هيدا بتاخد نتيجة أقل إفكاستية فعالية فعالية بتكون أقل نعم diet هو الأساس والspar هو الباك أب أوكي؟ ما فيهم يمشوا كل واحد لحاله في ناس ما معه وقت تعمل spore من جرمي نحط معه full power كرميل تاخد نتيجة من diet لأنه ما معه وقت بس اللي معه وقت ما لازم يقصر أكيد ويكون فايد بفزيك الأكتيفتي مثل ما لازم أم بارلال مع diet نعم spore بلا diet أصلا ما له عازم عظيم أسوأ الأخير إذا بتسمح له ذكرنا بأول الحلقة عن النقابة اللي صارت اللي هي بالفعل جديدة حسب ما ذكرت صح وتنكون شوي علميين هل في إحصاءات أو نوعا ما منعرف عدد nutritionists أو ما بعرف أخصائيات تغذية بلبنان بين مسجلين وغير مسجلين وهل ربما في ناس قانونيين أو غير قانونيين يعني قادرة النقابة أنه يكون عندها هيدا النوع من الديتا أو غير محصورة لك هلأ أنا مني ملم بأعمال النقابة بس اللي عم بسمعه أنه في بحدود تقريبا سبعة لعشر تلاف أخصائيين تغذية بلبنان مخرجين على مدى السنين الماضية لا هلأ هل هو عدد مقبول أو عدد كبير عدد كبير أكيد مش كلا تعتقدون السوق ما رح يقدر يستوعبون أكيد أصلا في منهم هاجروا في منهم برات البلد في منهم ما بيمارسوا المهنة في منهم بيشتغلوا أصلا بمهنة غير الأخصائيين تغذية وبالتالي بس بعرف أنا أنه المنتسبين هلأ بيطلعوا تقريبا شي 300 ل 400 شخص يعني اليوم بالفترة القليلة بعتقد الإنتسابات صارت منيحة ورح تتحسن بعض أكتر وأكتر بس يقتنعوا أخصائيين تغذية أنه بطل فيهم يزاولوا المهنة وبس تكون عم تاخد النقابة أكشن بحدا ما الكل رح ينكب على الالتزام هلأ بعضهم يمكن في ناس بعضهم مش منتسبين بس عم بينشغل عليهم أكيد كون كتير أكيد والستاتيستيكس هن بإيدينا النقابة بطبيعة الحال مش بإيدي أنا بس نحنا فينا نكون عم نطلع فيهم أو عليهم بالجمعية العمومية اللي عنا جمعيتين عموميتين بالسنة فإذا ما بارث إذا جوابتك على العرصة أولا صحيح وصل أكيد الجواب ودجاهي خطوة جيدة أقل له أنه تبلشوا بمكان ما والنقابة يصير تنظيم المهنة نعم ويصير إلى دول بالنهاية أنا بس بدي أختم وقول نحنا مش بس حتى ننزل وزن نحنا حيا الله حكيم بتروح لعنده بيقلك تفضل روح عند أخصائي تغذية اليوم إذا أنت عندك مشكلة بلور إذا بدك بضي بإجران بالوراق بالركبة أو بالضهر بسبب زيادة الوزن صحيح حكيمك دغري بيقلك روح نزال وزن إذا اليوم عندك مشكلة تروب الأرمونال تخربط بالأرمون دغري حكيمك بيقلك روح نزال وزن إذا اليوم أنت شو معنات من سكر وضغط وكوليسترول وتريكليستيريد بيروح بيقلك حكيمك نزال وزن وبالتالي نحن مكملين لعمل أكيد الطبيب وبالتالي نحن دومان برا ميديكال بس نحن أساس اليوم سبعين بالمئة من الأمراض هي من وراء أكلنا صحيح إلي شكرا لحضورك معنا الموضوع يعني شايق جدا بدي أتمنى لك كل التوفيق ومرة جديدة بشكرك أنك كنت ضيفنا أهلا وصهلا فيك مشاهدينا أيضا شكري كتير رئي كبير لألكم لحسن المتابعتكم موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة